قرر مجلس الوزراء تعطيل الوزرات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها الأحد الموافق للحادي عشر من شهر نيسان الحالي بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الدولة الأردنية كما قرر مجلس الوزراء إعلان يوم السادس عشر من هذا الشهر يوماً وطنياً للعالم الأردني وأكد مجلس الوزراء في هذه المناسبة أن الأردن أثبت خلال مئويته الأولى قدرته على الصمود في وجه كل التحديات وذلك بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة ووعي أبناء شعبه وحالة التلاحم والتماسك الفريدة التي ميزت العلاقة بين أبناء الشعب الواحد على مر تاريخ الدولة